بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتل مع بعض الجزء الرابع من الفاصل السابع لمقرر نظم بالمعالج أدقي في الجزء ده جماعة نتكلم لكلامنا عن البرفورمانس متريكس أو عوامل قياس أداء الماكرو كنترولر من أهم عوامل قياس أداء الماكرو كنترولر هو السروبوت ومقصود بكلمة السروبوت هو أقصى داتا فلو ممكن أن تنتقل ما بين الماكرو كنترولر والإنبوت أو الدبايس يعني يا جماعة يعني أقصى داتا فلو بنقص داتا فلو ديت بالبيت سيبر ساكند أقصى داتا فلو ممكن تتنقل ما بينهم هما الاتنين طبعا زي ما إحنا عارفين كل مزاد السروبوت كل ما البرفورمانس أداءه إيه يعلى ولا يزيد مصبوط يعلى إذا البرفورمانس الأداء يعلى لو السروبوت دوات إيه عالي طيب يعني قدرنا ننقل داتا بطريقة أكثر سرعة ماش كده جميل إذا نقول مع بعض إن السروبوت ماكسيمم داتا فلو اللي بنقص بالبيت سيبر ساكند ذات كان بيه بروسسد فروم انبوت أوبوت ديوايس وطبعا الداتا فلو ديتها جماعة لميتد لمين لشكل ماكرو كنترول وأداءه والبرفورمانس بتاعه وكمان مين والانبوت أوبوت ديوايس طيب وايه كمان ممكن نقول بقى في إن الداتا فلو دي ممكن تكون لونج تيرم أفريج يعني متوسطة على مدى الطويل أو شورت تيرم ماكسيمم أو على حد ايه على ماكسيمم سبيد أو مع سرعة عالية على مدى قصير طيب يبقى إذا زي ما اتفقنا مع بعض أحد طرق قياس الأداء هو مين يا جماعة؟ هو السروبوت أو ماكسيمم داتا فلو طيب نشوف مع بعض عامل تاني من العوامل اللي هو البرورتي والمقصود بكلمة بيرورتي الأولوية بمعنى إيه؟ بمعنى إفرد عندك جهازية إنبوت أوبوت ديوايس هنا واحد كمان هنا طلبين خدمة من الإيه؟ من الماكرو كنترول يا جماعة إفرد اللي اتنين طلبين خدمة في نفس التوقيت طيب الماكرو كنترول يا جماعة يلبي طلب أي واحد فيهم ده بناء على ما يسمى يا جماعة بالبرورتي الأولوية إذن الأولوية بتحدد مين اللي الطلب بتاعها هيتم الأول معي؟ طبعا إعداء البرورتي الأولوية يحدد إعداء مين؟ الماكرو كنترول هل الماكرو كنترول ياخد قرار إن هو يخدم الاثنين مع بعض؟ ولا هل ينفذ الأولوية؟ طيب لنفرض إن فيه مثلا جهاز رقم واحد والجهاز تاني رأيه هو رقم اثنين ونفرض إن واحد دوء أولوية عن اثنين طيب وبفرض إن الماكرو كنترول دلوقتي يعمل مع مين؟ هه؟ أي مع اثنين أي يؤدي طلب اثنين طيب إفرض جاله طلب من واحد يعمل إيه؟ هيدطر يسيب الريكوست بتاع الجهاز رقم اثنين ده هو ويمسك فين؟ في الريكوست بتاع مين؟ بتاع الجهاز رقم واحد إذن تحديد الأولوية أحد عوامل التي تحكم آداء المتحدة معايا جماعة؟ احنا الكلام ده اللي احنا قلنا دوت نقرأ مع بعض بنقول يحدد إف هاي بريورتي ديفايس كان بيه كان ساسبند قاله بريورتي ريكوست أيوة يعني بيحدد هل الجهاز ذو الأداء الأعلى ذو الريورتي الأعلى يقدر يوقف عمل الجهاز ذو الريورتي الأقل؟ يعني أسيب الجهاز ذو الريورتي أقل ويمسك الريكوست بتاع الأعلى ولا لا؟ معايا؟ وطبعا لابد ان احنا يتم التنفيذ دوت مين؟ في أداء مين؟ في أداء المتحدة طيب وبرضه ممكن نقول هل من الممكن برضه احد طرق كلاس الأداء؟ هل ان احنا ننفذ الريورتي بتساوي؟ يعني ايه بتساوي؟ يعني هل الريورتي اقوال ما بينه هما الاثنين؟ يعني هما الاثنين ذو بريورتي واحد؟ ولا لا؟ معايا؟ فإذا كل دوت أحد عوامل القياس الأدائي بإذا في الجزء ده اتكلمنا على موضوعين أول موضوع اسمه السروبوت اللي هو ماكسوم داتا فلو وموضوع تاني اسمه الريورتي اللي هو الأولوية في العمل مع الأجهزة الانبود أو الدفايس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته